مندفعا كالسهم اطلقه الوطن يقتحم الجندي في الجيش الوطني متارس الميليشيا بشجاعة نادرة منتزعا من مقاتلها السلاح عائدا لزملائه متوجا بتاج النصر يحدث المشهد في مدى كاميرا بطل اخر يؤدي دوره بسلاح الاعلام تلتقط الكاميرا المشهد ليبقي شاهدا على بطولات قد لا يرى الناس اغلب مشاهدها لكنهم بالتأكيد يشاهدون اثارها على الارض فقبل ان يمرغ الابطال انفى الميليشيا في التراب كان قادة الميليشيا يبعثون تهنئاتهم الى حشودهم ويروجون لاتبعهم اخبار انتصاراتهم المزعومة لم تأتي احاديث القيادات الميليشاوية وكتابتها من فراغ فالميليشيا اعدت للمعركة الاخيرة ما لم تعده من قبل ولم يدر بخلدها ان اعدادها واعدادها ستحترق في اتون غضبة يمنية تماد المجرمون في الاستهانة بها دخل السلاليون المعركة الاخيرة اكثر انكشافا وقبحا فسموا هجومهم عملية الامام الهادي ليفاجئهم جلال الجمهورية وجمالها الكامن في قلوب ابطال الجيش الوطني الذين خاضوا في وجه الميليشيا اشتباكات بلغت نقطة الصفر حيث التقت الوجوه بالوجوه في معركة وجهة ابطالها صنعا اطلقت الارض براكين غضب يمني وارسلت طائرات الجو على ارض المعركة حمم اسناد عربي وما بين النار والنار علق من لم يستطع الفرار تألق جيش يقف معه وخلفه اليمنيون فبهت الذي حشد مثل ما بهت الداعمون فالانساق على كثافتها وتتابعها تحطمت على جدران الصد البطولية والقتلة المتشربون للعبودية تلقفهم ابطال يتنفسون حرية ومن اقسموا ان يدخلوا مأرب ادخلوا اليها اسرى لا معتدين مشهد الهزيمة المكتمل بقتله وجرحاه واسرى كابر امامه اصحاب مشروع ابي لهب فعادوا يمارسون دور حمالة الحطب ظنا منهم ان بامكانهم الوقيعة بين الجيش والقبائل غير مدركين ان الوطن جمع الجميع برباط لا تنفك عراه ولا تفهم الميليشيا معنى فالجيش ومن يسانده من احرار قبائل اليمن حددوا موعدهم منذ زمن حيث الموعد صنعاء قاصمة الوطن كل الوطن